السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آآ اليوم هنبدأ ان شاء الله اتكلم عن آآ في فيديوهات بازن الله متسلسلة عن كيفية الهجر الى كندا. انا بصراحة ما كنتش نوية اتكلم عن كيفية الهجر الى كندا لان انا هجرت من ثمان سنين. ومعلوماتي كانت آآ قديمة. لكن جالي رسائل كتيرة عن ان آآ نقدر نهجر ازاي? انا مدرس عايزة هاجر. انا دكتور عايزة هاجر. هاجر ازاي? طبعا المعلومات موجودة في كل الفيديوهات. آآ وموجودة في كمان في مواقع كتيرة. فانا انا اريت تاني كان انا ههاجر. وانا اريدي مهاجرة. على اساس ان انا اه ابسط المعلومات تاني. اللي الناس اللي هي ملهاش بال على القراية. الناس اللي هي برضو آآ لست مش عارفة تقرأ فين وتبدأ ازاي وتعمل ايه. وان شاء الله نبدأ كده بالراحة نتكلم عن كيفية الهجرة الى كندا. آآ ستيب باي ستيب كده. فيديو مع فيديو وان شاء الله اقدر فيتكم ان شاء الله جنب طبعا المعلومات الموجودة في مواقع كتيرة جدا وجروبات كتيرة جدا. ما شاء الله الناس هناك يعني مستايفين نقطة ما تكلموش فيها. آآ لو كلمنا عن الهجرة الى كندا. انا حبدأ ادي معلومات بسيطة جدا الاول في الفيديو ده. عن انت مدرس او انت مهندس او انت دكتور انت عايز تهاجر اهاجر ازاي? اولا مبدئيا كده الهجرة الكندا بتتم عن طريق الحكومة الكندية. يعني عن طريق موقع حكومي رسمي كندي. ما فيش حد يضحك عليك ويقولك مسلا آآ انا اقدر اجيب لك فيزا. انا اقدر اساعدك. ما فيش الكلام ده خالص. ما فيش في كندا حاجة اسمها آآ حد فيزا خارج عن الحكومة الكندية او حاجة بعيدة عن الحكومة الكندية. يا جماعة نلاحظ او ناخد بالنا كويس قوي من مواقع النصابين. او النصب. ما حدش بيهاجر كندا غير عن طريق الحكومة الكندية. ما حدش بيقدر يهاجر او بيقدم على الهجرة غير عن طريق المواقع الحكومة الكندية الرسمية. اللي طبعا ان شاء الله هنبدأ نذكرها في الفيديوهات ونحط اللينكات بازن الله. فمبدئيا كده ما فيش طريق هجرة غير عن طريق الحكومة الكندية. لان انا شفت بعناية في جروبات كتير ناس بتقول انا اقدر اساعدك انا اقدر اجيب لك فيزا. طبعا ده كله نصب في نصب. حتى المحامين ما يقدرش يعمل لك اي شيء هو المحامي مش بينصب عليك بس مش هيعمل لك شيء زيادة غير ان حيرتب اوراقك عشان الهجرة. ولو انت ورقك مش جاهز هو المحامي مش هقدر يعمل لك شيء. وده طبعا عشان كده انا ما بنصحش بالمحامين. آآ لان انا قريدي انا هجرت عن طريق محامي في آآ من ثمان سنين بس ما عمليش اي شيء. غير انه خد مني فلو زيادة و رتب اوراقي. طبعا انا عشان كنت بشتغل في كويت كان الموضوع صعب علي ان نرتب الاوراق من مصر فكان هو بيساعد في الناحية دي. غير كده هو ما بدرش يعمل اي شيء. لا حيضف لك نقط ولا هيعمل اي شيء. طيب نبدأ نتكلم على الهجرة لكندا. في الاول كده عشان انت تتابع الفيديوهات البعد كده لازم يكون عندك الهل انت آآ مؤهل للهجرة ولا لأ. لان مش برضو مش اي حد بيهاجر آآ والعملية برضو مش مفتوحة لكل الناس. لازم تعرف كويس قوي ايه شروط الهجرة. شروط الهجرة يعني بالبساطة كده مش هقول بالتفصيل. التفصيل لست بعدين. ببساطة كده لغة. انجلش او فرنش. آآ خبرة. يكون معاك آآ سنتين خبرة في المجال اللي انت بتشتغل فيه. تالت شيء. يكون وظيفتك موجودة من ضمن اللي هي لستة الوظائف الموجودة على على المواقع الهجرة الكندية. ده تالت شيء. رابع شيء استن. طول ما استنك كان اصغر طول ما آآ فرستك في الهجرة اكتر. خامس شيء لو انت مش متزوج بتزيد نقطك لو انت متزوج بتقل نقطك بس دي مش الاساس يعني لان طبعا مع الزوج وزوجة مع بعض مع الشروق مع اللغة مع الدراسة مع طبعا الخبرة ان شاء الله نقطهم بتعدي. فالهجرة يعني ممكن تقول كده اللي هي الهرم بتاعها آآ اللغة المؤهل الخبرة. بعد كده السن والاشياء دي بتساعد في النقط الهجرة. طيب الهجرة لكندا نوعين. هجرة فيدرل وهجرة كيبك. دي نوعين هجرة. يعني انت عشان تقدم بتقدم تبع هجرة فيدرل يا اما تقدم تبع هجرة كيبك. ايه هجرة فيدرل وايه هجرة كيبك? هجرة فيدرل يعني المعروف اللي هو الاساس فيها اللغة الانجليزية دي اساس. بس الكلام عنها ان الفيدرل بتغطي كل المقاطعات الكندية. يعني الهجرة فيدرل اللي بيروح الهجرة فيدرل بيقدر يدخل كل المقاطعات الكندية. طب الهجرة كيبك ما بقدرش يدخل كل المقاطعات الكندية. لا بقدر يدخل كل المقاطعات الكندية. بس عن طريق هجرة كيبك. هي هجرة هي يعني نظام من الهجرة مش اكتر لا ما بتفرقش بعد اللي بيهاجر اللي بيهاجر عن طريق كيبك بيهاجر اللي بيهاجر عن طريق فيدرال بيهاجر الفرق ما بينهم ان دي لها نظام ونقط ودي لها نظام ونقط فهجرة كيبك لها نقط ونظام معين في جمع النقاط وهجرة فيدرال لها نظام معين في جمع النقاط فده الفرق ما بينهم ما فيش اي فرق في ناس هجرة كيبك ومن اول يوم كانوا في المخاطعات التانية وما راحوش حتى كيبك. فما لهاش اي اه دخل في انا حقيم في كيبك او انا معرفش فران فرنش مسلا وانا حطر اعط في كيبك. لا. هجرة كيبك ما هي الا زي ما بيقولوا ايه يعني وسيلة دخول اه لكندا عن طريق نظام هجرة تاني. لا اكتر ولا اقل. طيب اه عشان ان شاء الله هنبدأ نتابع بعد كده الفيديوهات. هنبدأ نتكلم نبدأ منين. ندخل اول الموقع وسجل واعمل ملف ازاي. ان شاء الله ده تابعونا في الفيديوهات الجاية بازن الله. انا مبدئيا بس بتكلم على كيفية الهجرة الكندا علشان بعد كده في ناس يعني معلش لا لغة ولا مؤهل وفي نفس الوقت بيبعاش منين او متعلقين بامل اعتقد ان هو بيبع صعب عليهم. لان انت لو معاكش لغة معاكش مؤهل او معاكش خبرة او سنك كبير معلش صعب جدا الهجرة اه في اللحظة دي. وربنا يوفق باذن الله كلها بلاد ربنا وكلها بلاد ربنا واسعة وربنا يوفق كل الانسان في كل مكان باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة